اشتركوا في القناة تبلغ طاقتها الاستيعابية 8191 طن اجماليا ويصل طولها الى 100 متر وعرضها 18 مترا السفينة كانت ماركونة في الرصيف رقم 9 بميناء الجزائر عندما لجانبها الايمن وتسربت المياه بداخلها واشارت بعض التقارير انه تم نقل 6 بحارة من جنسية فلبينية اصيبوا بجروح خفيفة لمستشفى مصطفى باشر ويحتمل وجود شخص مفقود حسب معلومات من شهود عيان وجند الحماية المدنية كل الوسائل للبحث والتكفل بالسفينة وطاقمها وفي الاخر لا تنسى الاشتراك في القناة لدعمنا لتقديم المزيد